بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يا جماعة ناخد المحاضرة السادسة في الفيزيكال فارماسي بعنوان الآيزوتونيك سيليوشن طيب فارماسوتيكال سيليوشن ذات أر منت فور أبليكيشن تو ديليكت ميمبرينز أو زبادي يعني اللي هي هتدخل للجسم الماكنة ديليكت يعني هيروح للدم أو الحاجات اللي هي بتبقى فيها سوائل كتير في الجسم لازم يكون لها نفس الأزموتيك بريشر أو زبادي فليويدز يعني يعني هتبقى بالضبط كده زيه معنى نفس التركيز فهو هينزل للجسم الجسم مش هاستغربها له هيتأثر بالسالب أو بالإيه بالموجة وهيبقى نفس الإيه التركيز طيب حاجة زي إيه زي العين من الحاجات اللي لازم يبقى فيها الدواء بتاعنا الآي النيزل تراكت البلود ستريم وأزر بادي تيشوز طيب التونيسيتي هنقسها ازاي هنقسها في المحاضرة دي عن طريق الهيموليتك ميسوت والفان هوف اكويشن وهنزبطها في المحاضرة الجاية عن طريق الادجاستنج العايزو تونيستي بكلاس وان وكلاس تو ميسوت طيب إزاي نعمل ميشورمنت للآيزو تونيستي في طريقة مشهورة جدا اللي اسمها الهيموليتك ميسوت وهي طريقة بسيطة جدا قبل ما نقرأها حتى هي جلس ان انت هتجيب السائل بتاعك اللي انت عايز تعرف هل هو آيزوتونيك ولا هايبرتونيك ولا هايبوتونيك وهتحط فيه الاربيسيز هتجيب خلايا دم حمرة وهتحطها فيه طيب لو الخلايا الدم دي فضلت زي ما هي يبقى هي نزلت في محلول نفس تركيزها يبقى المحلول بتاعنا آيزوتونيك لو الخلايا بتاعتنا حصلها شرينكتش كشت شوية يبقى معنى كده ان هي نزلت في محلول هايبرتونيك سحب المية منها وجففها او خلاها تعمل رينكلز او تجعيد طيب لكن لو لو الخلايا بتاعتنا لقناها ان هي فرقعت وحصل هيمولوسيز يبقى معنى كده ان هي نزلت في محلول هايبوتونيك وتركيزه في المية كبير تركيزه في العملاح قليل فدخل مية جوه الاربيسيز وخلى الاربيسيز تتنفخ لحد ما تقى لحد ما تفرق دي الطريقة بتاعت الآيزوتونيك او الهيمولوتيك ميسود فهو بيقولك ان المحلول الآيزوتونيك هو المحلول اللي تركيزه تسعة من عشر في المية سوديوم كولورايد يعى انت لو جبت ميت ملي ودومت فيهم تسعة من عشر جرام سوديوم كولورايد المحلول بتاعك ده هيسمى صالين محلول ملح وفي نفس الوقت هيبقى ايه هيبقى ايزوتونيك وده هيخلي الخلايا زي ما هي زي ما قلنا لو المحلول بتاعك هايبرتونيك فهده هيبقى تركيزه من الملح اعلى خلاص عنده اعلى من الار بيسيز هيسحب المية منه فمسلا محلول تركيزه 2% ده تركيزه اعلى من 9 من 10 اكيد فطبيعة هيبقى هايبرتونيك وده هيعمل للار بيسيز طيب هيخلي الار بيسيز زي ما قلت لك شرينك او رينكل او كرينيتد طيب في بقى المحلول الهايبوتونيك وده ليه lower salt concentration lower osmotic pressure than red blood cells فده مسلا تركيزه 2 من 10 ففي الحالة دي او حتى مية عادية خلاص ده طبعا هيعمل سويل للار بيسيز وممكن يعمل لها بيرست يعني تنفجر ويعمل يصر للهيموجلوبين والخلايا يحصل لها هيمولوسيز والخاصية دي او الفينومينا دي تسمى هيمولوسيز طيب يبقى احنا كده خدنا التأسيرات بتاعتها الهيمولوتك مثل بتقيس الايزوتونيك والهايبرتونيك والهايبوتونيك بطريقة بسيطة جدا دي كانت الطريقة الاولى هناخد بعد كده الطريقة التانية اللي هي اسمها فان هوف ايكواشن طيب او فان هوف ايكواشن تقدر تقولك المعلومة دي او تقدر تقولك التركيز الضغط الاسموزي بتاع السائل بتاعك لو هو نان الكتورلايت زي السكروز واليوريا خلاص كده طيب فان هوف ايكواشن بتقول ان باي بتساوي ار تي سي ار هي الجاس كونستانت ثابت العامل الغازات اتي هي الابسوليوت تيمبرتشر اللي هي يعني التيمبرتشر بالسليزيوس خلاص بلاس متين تلاتة وسبعين يعني لو درجة حرارة خمسة وعشرين سليزيوس هتبقى متين تمانية وتسعين كيلفن اللي هي الابسوليوت تيمبرتشر السي هو الكنسنتريشن ان مور برليتر التركيز بتاع المحلول بتاعك طيب وطبعا فان هوف اكتشف ان السوليوشن فور الالكتورلايت بتدي اوزموتك بريشر اكبر من المتوقع بالمعادلة اللي هو عملها ليه احنا قولنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت ان المحلول الالكتورلايت لما بينزل في المية ما بيفضلش سوديوم كولورايت هو بيتحول لسوديوم وكولورايت فالاول انا كان عندي واحد مول من السوديوم كولورايت فكنت بحسبه ان هو زي واحد مول من السكروز فبقول خلاص هما الاتنين زي بعض لكن سوديوم كولورايت بينزل المية تأين فبيتحول لواحد مول سوديوم وواحد مول كولورايت فبالتالي هو كأنه بقى اتنين مول كأنه بقى اتنين مول فعشان كده هو اضاف correction factor في المعادلات بتاعته لو المحلول بتاعة electrolight اللي هي ال-I ودي اسمها dissociation factor الح lonels أفضل العточez عملرو خلالت تعالج من عدد الايون او العدد الايون الأيون يتأين لها المحلول فالبايد اي لتأ physicians سوديوم كولورايZ يتعين الـ السوديوم وكولورايZ يتعين السوديوم السوديوم لواحده وتحدث الح tama منه سوديوم اي لواحده يكون الخنابل embaixo يوجد WA 2 حسنا إذا س الصنوات سوديومwire كالسيوم صلفيت هيبقى تنين. البوتاسيوم صلفيت هيبقى تلاتة. الكالسيوم كولورايد تلاتة. والفر الكولورايد مثلا اربعة وهكزا. خلاص? تمام كده ايه المحاضرة السنة.